وينضم إلينا من بغداد عضو اتلاف دولة القانون والركابي ومن ذيقار أمين عام تيار بنات العراق رياض الإسماعيلي أرحب بكم ضيفي الكريمين سيد رياض أبدأ معك بداية على ما يشكل المستقلون في مشروع قانون الانتخابات المعدلة قطع الصوت سيد رياض تسمعني على ما يبدو فقدنا الصوت مع السيد رياض دعني أسألك سيد وائل الركابي أتمنى أن يكون الصوت واضح معك ما هو موقف اتلاف دولة القانون من مشروع القانون قانون الانتخابات المعدلة طبعا وكيف تنظرون إلى الجدل الدائر حوله بسم الله الرحمن الرحيم تحيات لحضرت سيد زينة وضيفك ومشاهديكم الكرام نحن مع تغيير القانون إلى قانون سانتيجو بقاسم مشترك 1.7 الذي نعتقد أنه هو القانون الأفضل الذي يستطيع أن يحمي العملية السياسية لأنه يحافظ على عدم هدر الأصوات من ناحية فضلا عن أنه يساعد على وجود كتل كبيرة حقيقية تستطيع أن تتعاطى مع العمل السياسي بشكل كبير ليس كما شاهدنا منذ عام 21 ولحد هذه اللحظة نجد أن هناك في عدم وجود كتل كبيرة استطاعت أن تعرقل الجلسة الأولى بعد قانون المحكمة الاتحادية الحقيقية الذي يقول يجب أن يكون المساهمة بثلثي النواب البرلمانيين لانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي عندما تتشضى الأصوات وتخرج لنا كتل صغيرة متمثلة بخمسة أو اثنين أو ثلاثة تتوزع ولا تستطيع هذه الكتل أن تتوحد فيما بينها من أجل تشكيل كتلة كبيرة حقيقية تدعم العمل السياسي لا هم على أطراف المعارضة ولا هم يشتركون بالحكومة ولا هم ينتمون إلى كتل سياسية كبيرة إذن يصبح الحال حقيقة فيه شيء من الضرر على العملية السياسية لذلك حتى لا يغبن حق هؤلاء القانون يسمح لهم بالترشيح ولا يوجد قانون يمنع ترشيح أي مواطن عراقي أو أي حزب أو أي كتلة سياسية عراقية فبالتالي العمل الديمقراطي يوجب على الكل المشاركة لكن يجب أن تكون المشاركة بمستوى لائق بمستوى يخدم العمل السياسي وينفذ البرنامج الحكومي الذي تستطيع من خلال الحكومة تحقيق ما تريد أما اعتراض الأطراف الأخرى فمن حقه من يعترضون لكن يجب أن يكون هذا الاعتراض عبر السبل القانونية ولا يلجأوا إلى إثارة الشارع إن كانت لديهم اعتراضات فليقدموها إلى المحكمة الاتحادية وينتظروا الجواب أما موضوع العودة إلى الشارع وتحريك الشارع والرجوع إلى حالة الفوضى أتصور أن هذا أمر مرفوض وغير مقبول ولا تتحمله المرحلة الراهنة بعد هذا الاستقرار السياسي الذي ساد على العراق أنا أنتقل إلى السيد رياض سيد رياض على ما يشكل المستقلون في مشروع قانون الانتخابات المعدل لكم ولضيفكم الكريم حقيقة قانون سانت ليغو المعدل الذي عدله العراقي هو عملية وهي عملية استحواذ وعملية مجيء إلى السلطة بالإكراه وتحدي كل الأصوات قادت بقانون هذا القانون في تجارب سابقة وطالما المرجعية الدينية والقوى الوطنية والعاذف عن الانتخابات اعتروا عن القانون لكن تم تجاهل بالدعوات والأصرار والتعدي وهذه واضح هو عملية تقفز على على ما يبدو هناك مشكلة تقنية مع السيد رياض لا أعرف سيد وائل مازال موجود معنا سيد وائل قد كنت بأن القانون الحالي يعد الأفضل لحماية العملية السياسية ولكن هذه الاحتجاجات أو المظاهرات الشعبية كما تسميها حسب ما شئت جاءت لتغيير هذه الكتل السياسية المسيطرة على العملية السياسية لتنطلق بدلها من المفترض وبحسب آرائهم الكتل المستقلة ويكون هناك تغيير في وجوه الطبقة السياسية الحاكمة منذ سقوط النظام السابق سانت ليغو يعزز من قوى هذه الكتل بحسب ما يقوله المستقلون رافضون له ودعوا إلى تحرك سلمي ضده هل تخشون من حدوث تراجع في الشارع وما هو موقف التيار الصدري إذا لديك أي تفصيلات عن هذا الموضوع شوفي ستزينة حقيقة عام 2018 يعني كان العمل بقانون الانتخابات هو قانون سانت ليغو مثال دولة القانون حصلت في تلك الفترة حصلت على 25 مقعد في قانون سانت ليغو بانتخابات 2018 بعد أن حدثت ما حدث عام 2019 ومظاهرات شعبية طالبت في تغيير القانون تغير القانون في عام 2019 ونفذ في انتخابات 21 حصلت دولة القانون بالانتخابات بالقانون الجديد السابق يعني المناطقي حصلت على 34 مقعد إذن القضية بالنسبة إلى الكتل التي يعتقدون بعض القوى الناشئة أو يسموها كتل السلطة أو أحزاب السلطة هذا أمر غير معقول وغير مقبول أصلا المفروض أنه من لديه جمهور متيقن من وجوده ومن حجمه لا يخشى القانون بحد ذاته سواء كان سانت ليغو أو مناطقيا لكن نحن عندما نتحدث نتحدث عن مرحلة تجربة جربنا فيها انتخابات 21 القانون المناطقي أثبت عدم جدوى وعدم صحته لأن هؤلاء المستقلين أو القوى الناشئة التي صعدت بانتخابات 21 هي لم تكن بأيدلوجية واحدة نعم عددهم 45 45 رقم يفترض أن يكون له تأثير كبير إذا ما كانت هذه الأرقام موحدة لكن نجد أن حركة امتدات الحركة الواحدة في محافظة ناصرية تشضت إلى ثلاثة أقسام وانسحب منها بعض أطرافها وبالتالي هؤلاء القوى الناشئة لم يجعلوا لهم موقف واحد يستطيعوا أن يتعاملوا معه بخصوص التيار الصدري التيار الصدري لحد الآن لا يوجد موقف رسمي لا ناطق رسمي يمثلهم ولا المكتب الخاص لسباح سيد مقتدى الصدر أصدر قرارا بخصوص رأيه بالقانون الجديد لكننا نعتقد أن انسحاب التيار الصدري هو ما أعطى مجال إلى القوة الحاكمة ذات الأغلبية اعتلاف إدارة الدولة في أن يحدد مساراته من أجل تحقيق نجاح برنامج الحكومة الحالي وإن في رؤيي الشخصي إن لم يكن يرغب التيار الصدري المشاركة في الانتخابات للمجالس المحافظات حينها سيمضي القانون وليشترك في الانتخابات البرلمانية عام 24 أو عام 25 لذلك لا يوجد رأي ثابت أزاء هذا الأمر بخصوص التيار الصدري سيد ألب الحديث عن انتخابات مجالس المحافظات أيضا كان هناك جدل دائر بشأن المدى 35 من هذا القانون ما الذي يحدث؟ من هي الجهة المعترضة؟ وما هي أسباب الاعتراض؟ ولماذا ظهرت الآن فجأة؟ يعني البعض يتوقع أنه كان رأيي مطروح على أنه كاركوك ما تشترك في الانتخابات القادمة في المجالس المحافظات هذا مكان مرمول به سابقا لوجود الأزمة الكردية بين الأحزاب نعم على أساس أن تبقى الأمور كما هي سابقا لكن يبدو لي أن الأطراف الكردية اعترضت على هذا الأمر وأنها تريد أن تكون انتخابات في كاركوك شأنها شأن بقية المحافظات الأخرى هذا ما يتم مناقشة يوم غد أتصور من أجل التوصل إلى نهايات حقيقية لهذا الموضوع هل ستدخل محافظة كاركوك وكيف الآلية؟ هل سيعودون إلى سجل 57 بوجود أهالي كاركوك الذين لهم الأصل في وجود النفوس في دوائر النفوس بكاركوك أم أنهم يستخدمون آلية جديدة البطاقة التموينية البطاقة الوطنية كثير من القضايا التي من الممكن أن يتم مناقشتها يوم غد أتصور إذا كان يوم غد هو اليوم النهائي والأخير وإن كنت أعتقد أنه سيتمرر بعض الفقرات من هذا القانون ويبقى شيء بسيط إذا ما تم التوافق على هذا الموضوع بالنسبة لكاركوك هذا الخلاف محل الخلاف هو كردي كردي في الأصل ورأي الجبهة التركومانية أيضا لها رأي في الموضوع فضلا عن بعض النواب العرب المتواجدين الذين يعتقدون أنه إبعاد كاركوك عن الانتخابات القادمة هذا أمر يخضع إلى الكوار هذا الموضوع يشمل كاركوك فقط من كل المناطق المتنازع عليها لا لا يشمل كاركوك فقط كاركوك فقط والاعتراضية من كل الكتل الكردية أم فقط من الاتحاد الوطني الكردستاني لا أنا سمعت أيضا هذا رأي نفس الحزب الديمقراطي أيضا لهم نفس الرأي بخصوص أنه يعتقدون أن لهم الجمهور الأكثر داخل الكاركوك وبينما الاتحاد الوطني يعتقد العكس وكذلك بقية الكوى الأخرية دعني أنتقل إلى سيد رياض أتمنى أن يكون عاد معنا بصورة جيدة وواضحة سيكون الاتصال سيد رياض مجددا أهلا بك تفضل وطرح لنا وجهة نظر المستقلين بشأن مشروع قانون الانتخابات المعدل لأنه لم تصل الفكرة واضحة في البداية حياكم الله شكرا جزيلا وأسف على هذا الخلل قانون سانتيغو المعدل هو قانون اجتهد به العراقيون وأصبح محرفا على القانون الأصلي الذي يوفر العدالة للناخب العراقي وللكتل ونحن طالما نعيش في دولة دمقراطية كما ندعي نعطي تكافؤ فرص للجميع وأيضا بنفس الوقت لا نخالف المادة 16 من الدستور الذي أعطى حق لكل العراقيين في المشاركة وفي عملية صياغة القانون وبنفس الوقت أيضا سانتيغو المعدل الذي هو يعني البوينت واحد على أربعة الذي هو أقصش نحن العراقيين سوينا سبعة وتسعة والآن يتكرم الأخوة أن يسويوا سبعة لذلك أنا أعتقد عملية هيمنة وتحدي وقفز جديد للسلطة أعتقد أن المادة 14 تقول أن كل مئة ألف مواطن له حق أن ينتخب أحد ممثليه ولكن في سانتيغو هذه يغير هذه العدالة في التوزيع وإنما تقسيم الأصوات على الكتل الكبيرة كما يقول ضيفة الأستاذ وائل أنه تنحصر بالكتل الكبيرة أما القوى الجديدة الوطنية التي تريد تساهم في عملية بناء هذا الوطن لا يحق لها وتحرم أصلا من هذه بحظم قانون سانتيغو لأنه تقسم الأصوات على الكتل الكبيرة إلى أن حتى له أحد المرشحين يأتي بأصوات أكبر من الذين جاءوا بهذه القائمة وإنما أصوات القائمة تجمع إلى هذا الناخل ولكن سيد واحد يقول مدام لكم جمهور أنتم تضمنوه فلا يفسد هذا القانون للوطنية لن يسبب أي مشكلة هذا بحسب رأية لا هذه القوة الجديدة لا تمتلك مال ولا تمتلك سلطة ولا تمتلك نفوذ ولا تمتلك كل شيء وإذا ما هي فقط أنه تمتلك الوعي وتمتلك الأصوات التي تنادي بعملية تغيير جديدة بالعراق وإحلال سلطة جديدة بالعراق تقدم خدماتها ويفترض أن تكون هناك معارضة وهناك أيضا قوة أغلبية تحكم بالبرلمان ولكن الآن ضمن الأجواء التي نعيشها بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية أصبحت القضية واضحة وأيضا بنفس الوقت القانون والدستور والنظم الدمقراطية بالعالم تقول هناك قانون للانتخابات وهناك مفوضية يتم الاتفاق عليها على مدار كل العملية السياسية ولكن نحن في كل عملية انتخابية نغير جلد وشكل وإجراءات وآلية الانتخاب وهذا تلاعب عن العملية الدمقراطية كل السلطة تكور القانون حسب ما تشتهي حسب ما شوفها هي مصلحتها وهذا سيد قال هذا القانون يحمل عملية سياسية ولا يهدر الأصوات سيد رياض لو مرر هذا القانون ولم يؤخذ بملاحظاتكم واعتراضاتكم كمستقلين ما هي الخطوة التالية من قبلكم هي ليست احتجاج واعتراض فقط القوة المستقلة سيد وإنما الناخب العراقي هو أيضا العازف على الانتخابات هو غير راضي عن هذا القانون يقول هذا القانون مجحس ولا يلب طموح أيضا المرجعية الدينية التي هي صمام الأمان في العملية السياسية وفي العراق أيضا معترضة على هذا الموضوع إضافة إلى القوة المرجعية يعني ننت بنفسها عن التدخل بالعملية السياسية لا لا عدها تصريح عدها تصريح واضح قالت أن قانون ظالم وعليكم وغير مجدي وعليكم التفكير بقانون آخر عادل يلبط ضموحات الناس لذلك القانون سان تليغو هو قانون محرف حتى عن أصله القانون سان تليغو أقصى مداياته هو 1.4 الآن وصلنا إلى 9 الآن إلى سمع يعني هذا يعتبر مكرمة هذا قفز على إرادة الناس وعلى إرادة الشعب وأيضا للرجوع إلى المربع الأول وكأنه شيء لم يكن هناك تضحيات للشعب العراقي وهناك اعتجاج في 2019 وهناك تغيير حصل أيضا بالعملية السياسية ولاحظنا قوة أغلبية وقوة معارضة ولكن الآن غابة المعارضة بالمجهد السياسي عادة مديمقراطية عادة السيحوات فقط دعني أخذ وجهة نظر سيد وائل سيد وائل يعني تحديدا على النقطة التي ذكرها سيد رياض بشأن تعليق المرجعية وعدم رضاها على قانون سانت ليغو كيف تعلق؟ يعني موضوعة المرجعية سيد زينة موضوعة الحقيقة نتمنى من الكل أن لا يقحم المرجعية بأشياء لأن كلهم يفهم ما تريده المرجعية حسب رؤيته المرجعية قالت لم تحدد سانت ليغو إنما قالت وطالبت بقانون منصف طيب نحن الآن أمام خيارين القانون الذي عدل في المرحلة الماضية لانتخابات 21 هي أكثر مرحلة مع مطالبة شعبية تمت تغيير القانون على ضوء رغبتهم أصبح العزوف بأكثر انتخابات هي في انتخابات 21 طيب يعني إذا كان الجمهور هو الذي كان يريد ويطالب بتغيير القانون الماضي لماذا لم يشارك في هذه العملية الانتخابية إذن القضية العزوف والمشاركة غير معني فيها الجمهور بقانون الانتخابات إنما المعني العطاء والنتاج من الحكومة إذا كان عطاء الحكومة ونتاج العمل الحكومي بشكل صحيح من الممكن أن يسهل عيش المواطن ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والأطراف السياسية من الممكن أن تكون المشاركة فاعلة ومن الممكن أن تكون المشاركة حقيقية أما أن يعول البعض على أن قانون سانت ليغو هو قانون يحمل أطراف السياسية أو يحمل أطراف السياسية السلطة كما يقولون أنا أعتقد وكما ضربت لكي مثلاً أنه دولة القانون في 2018 بسانت ليغو كانت 25 مقعد لكن الآن هذا الجمهور الجمهور القوى الناشئة لو تجمعين إذا كانوا موحدين لو تجمعين بضمن قانون سانت ليغو صدقين يجيبون أكثر من 75 مقعد 70 مقعد وحينها يكونون كتلة واحدة لكنهم لا يفرضون إرادتهم على إرادة شعب أكمل أو جمهور أو برلمان يمثل فيه لغة الأرقام هو العمل الديمقراطي عمونا الوقت انتهى ممتنى كثيراً لكم على الحضور معنا من بغداد عضو اتلاف دولة القانون واركابي ومن ذيقار كان معنا أمين عامتيار بنات العراق رياض الإسماعيلي شكراً جزيلاً لك شكراً لكم شكراً لكم